ذكرت وسائل إعلام كندية أن ألعاب الفيديو لأسيما ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول مثل Call of Duty Ghost ستلعب دورا متزايدا في مهامات الجيش الكندي في السنوات المقبلة قال قائد القوات الخاصة الكندية أن ألعاب الفيديو العسكرية والمحاكات ستكون مكملة للتدريبات العسكرية التقليدية كانت القوات الأمريكية قد أعلنت في أغسطس الماضي حصولها على ترخيص محرك ألعاب الفيديو أندريل إنجين ثلاثة من قبل شركة آي بيك وذلك بهدف استخدامه في التدريبات العسكرية نظرا لما يوفره من واقعية في محاكات أجواء الحرب الحقيقية